شاهدين إذن راح نسلوه إن شاء الله بداية من يوم الغد السبت الأحد ويوم الاثنين درجات حرارة جد مرتفعة لأغلب المناطق الشمالية خاصة المناطق الداخلية الغربية وكذلك الوسطى قد تتعدى درجات الحرارة فيما يخص المناطق الداخلية الغربية ربعين درجة تحت الظل وهذا ما تؤكده النماذج الرقمية للرصد الجوي إذن منخفض للضغط الجوي سيخص المناطق الشمالية أيضا سيكون فيه رياح من المناطق الجنوبية نحو شمال الوطن ضمن تيارات جنوبية لجنوبية غربية ستعمل على تسجيل درجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية بحول الله بداية من يوم الغد إلى غاية يوم الاثنين يعني حتى خلال ظاهرة اليوم درجات حرارة مرتفعة ستخص تقريبا أغلب المناطق الساحلية حتى بالنسبة للولايات الداخلية إن شاء الله مع تسجيل تقس سيكون مستقر مشمس إلى غائم جزئيا على المناطق الشمالية تحديدا الساحلية وكذلك الولايات الداخلية المناطق الجنوبية أيضا يرتق بكم فيه تقس مشمس ومستقر على شمال السحراء ومنطقة الوحاد فقط خلال يوم السابت إن شاء الله سيكون فيه تشكل خلاير عدية منعازلة ستخص أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي يعني حتى خلال ظاهرة اليوم الجمعة سيكون فيه تشكل رعود منعازلة مصحوبة بتساقط بعض القطارات من الأمطار بالنسبة لإليزي جانت تامناس برجباجي مختار وإنقزام يوم الاثنين بحول الله أمطار رعدية راح تميز إن شاء الله كل من بشار بن عباس وولاية تندوف بكميات تتعدى العشر مليمتر محليا وحسب توقعات طويلة المدى تشير على أنه إن شاء الله في احتمال خلال الأسبوع المقبل يكون فيه تغير في الوضعية الجوبية نسجل تساقط أمطار محليا ستكون معتبرة حسب توقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي على أمل أنه لن تتغير النماذج خلال أساعات المقبلة ونسجل الاثتراب الجو المرتقب يكون خلال الأسبوع المقبل حسب توقعات الأمطار ستكون محليا جد معتبرة على المناطق الشمالية فيما يخص مشاهدين درجات الحرارة القصوى المسجلة بحول الله خلاله ظاهرة يوم الغد السابت دانسة تصل إلى حوالي 37 درجة بشلف غريزان سيدي بالعباس كذلك فيما يخص كل من معسكر وتلمسان سترتفع أكثر خلال يوم الأحد بحول الله يومي الأحد والاثنين قد تتعدى عتبة ربعين درجة تحت الظل بالمناطق الداخلية الغربية لاحظوا بالنسبة لقال ماسوق أهراس تصل إلى حوالي إن شاء الله 37 درجة كذلك خلال يوم الغد السابت عنا بابي جاية جيجل سكيكدا تلامس في حدو 33 درجة الجزائر العاصمة تيبازا بومرداس 32 درجة 34 درجة عالة زيبوزو كذلك البوليدة الأمدية والبويرة وهران مستغانا معينتي موشن تصل إن شاء الله إلى حوالي 35 درجة عفوا بالنسبة لكل من قصنطي نصطيف أم البواقي برج بورريج باتنا خنش لوات بسا رح نصل إن شاء الله غير لطاهرة يوم الغد بين 33 إلى 35 درجة الولايات الجنوبية في حدود 44 درجة بالنسبة لإنس صلاح 40 درجة بأدرار 43 درجة ببردباجي مختار وإنجزام بالنسبة لإليزي جانت وإنا ميناس تصل إلى 38 درجة 39 درجة ببشار 34 درجة على تين دوف غردايا المنيعة توقورت وورقلا تصل إن شاء الله إلى حوالي 33 درجة للإشارة سيكون فيه تطاير زوابع رملية بالنسبة للمناطق الجنوبية وحتى خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وتزامنا مع تسجيل الارتفاع في درجات الحرارة القصوى يرتق بكم فيه تطاير لبعض الغبار في الغلافة الجوية على المناطق الشمالية أما عن توقعات حالة البحر فسيكون هادئ إلى قليل الاثتراب وهادئ على طول الشانط الساحلي سرعة الرياح لن تتعدى خلال يوم الغد أو تصل إلى حوالي 40 كم في ساعة خاصة بداية من أواخر الظاهرة مع رؤية متوسطة علو الأمواج يتروح بين أقل من المتر إلى المتر وهذا على كافة السواحل الوطنية ويبقى البحر هادئ إلى قليل الاثتراب إلى غاية يوم الاثنين بحول الله إذن مشاهدين الكرام كانت هذه تفاصيل الوظايا الجوية المرتقبة خلال الساعة القليلة المقبلة بحول الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة